فأعمالك الصالحة سبب لدخولك الجنة وأعمالك السيئة قد تكون سببا لدخولك النار أو تعذيبك في النار إلا أن يعفو الله تعالى عز وجل عنك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم وفي رواة إذا مات الإنسان إن قاطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم يعني ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له ولن ينفعك عند الله تعالى إلا ما عملته من أعمال صالحة ما جمعته من مال وما حصلته من جاه كل هذا يكون هباء منثورا إلا ما جعلته في سبيل الله ولله فإنه هو الذي يبقى إذن عندما تحاسب يوم القيامة وعندما تسأل يوم القيامة فإن الذي ستجيب به وسيكون شافعا لك عند الله وتحاسب عليه في أعمالك فأعمالك الصالحة سبب لدخولك الجنة وأعمالك السيئة قد تكون سببا لدخولك النار أو تعذيبك في النار إلا أن يعفو الله تعالى عز وجل عنك وعلى الإنسان أيضا أن يحرص على إصلاح من تحت يده من الدرية حتى إذا انقطع عمله انتفع بدعائهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولد صالح يدعو له ودعاء الولد لوالده من الأمور التي يجري نفعها بالنسبة للميت حتى بعد موته أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم الإخلاص في القول والعمل